عن أنواع الصدقات وهل هي فقط مال أو ممكن تكون مجهود أو أشياء أخرى نبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة كل معروف صدقة يعني أنت أي عمل خير فهو بمثابة لك صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة يعني بصرك لمن ليس له بصر صدقة كل هذه صدقات والنبي صلى الله عليه وسلم جمع كل ذلك فقال كل معروف صدقة فالصدقة لا تتقيد بمال ولكن تتقيد بالفعل لذلك بعض الصحابة يما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذهب أهل الدثور بالأجور يعني الأصحاب الأغنياء يعني بيتصدقوا وهم ليهم معهم فلوس وبتصدقوا وحيروح الجنة بعدين أحنا فقراء ما معناش فلوس نتصدق بيه في صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه قال لهم كل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميدة صدقة فكل معروف لله سبحانه وتعالى صدقة طيب احنا دايما بنتكلم عن الصدقات في شهر رمضان شميعنا دايما بزيد من الصدقة في شهر رمضان وليها فضل خاص في شهر رمضان ما احنا ذكرنا هذا الأمر يعني عشان شهر رمضان أصلا أولا الأعمال في الأوقات المفضلة عند الله سبحانه وتعالى لها عجر أكبر عند المولى سبحانه وتعالى نرجع لبعض الفوائد اللي احنا قلناها أولا أن الصدقة هذه تضاعف الحسنات عند المولى سبحانه وتعالى أن الصناع المعروف تقي مصارع السوء يعني حضرتك زي ما قلنا لو الواحد طلع عشر جنيه في سبيل الله أن الله سبحانه وتعالى يعني سيلحقه في شدته إذا عمل عملا في حال صحته لذلك هناك يعني قصة جميلة جاء رجل إلى ابن المبارك وهو رجل من الصالحين فقال له إن عندي قرحة في ركبتي لها سبع سنين وقد ذهبت لكثير من الأطباء فماذا أفعل فقال له اذهب فاحفر بئرا يشرب منه الناس وتصدق بذلك فذهب هذا الرجل وفعل ما قاله ابن المبارك رضي الله عنه ثم ذهب له بعد ذلك فقال له إن القرحة التي في ركبتي فقد ذهبت فقال له أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صناع المعروف تقي مصارع السوء أيضا في مقولة أخرى داو مرضاكم بالصدقة دا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له داو مرضاكم بالصدقات والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة شكرا من صدقة